هيا يا حلوين كيف تكون اليوم ؟ ان شاء الله يراب تكونوا كل يلكون مناح اليوم احب احضر معكم اطيع بوصفة تشاكلة شب كوكيز احضر هذه الوصفة بمكونات موجودة عندي بالبيت لا اطلق ان اجيب ولا مكونات سيادة لكن قبل ان ابدأ هذه الوصفة اكيد لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناتي ولايك لها الفيديو وفعلوا الجرس عشان اتلاع بكل شيء اول شيء واهم الشيء لتحضير الكوكيز هي الزبتة الزبتة يجب ان نستخدم نوعية تكون طعم تكتير منيحة لانه اساس الكوكيز هي الزبتة وتانية يجب ان تكون عندنا الزبتة بدرجة حرارية الغرفة مثل ما نكون شايفين بدنا اياها تكون هيك طرية منها دايبة على الاخير بس مجرد انها تكون طرية حنحط اول شيء الزبتة عندنا بالوعاء وحنستخدم 200 جرام من الزبتة حنرجع نضيفة اليون السكر السكر حنضيفه حوالي كوب ونص من السكر وبدنا نخلط الزبتة والسكر مع بعضهم هلأ في عنا بتحب تستخدم السكر اللي بني مع السكر العادي وفيكن تعمل مثل ما انا عملت استخدمه بس السكر العادي الي هو الابياد منخلطهم كتير منيحة لحتى تحسوا ان الخليط الزبتة والسكر صار خليط واحد وبطلنا عم نشوف حبيبات السكر لوحده هتلاحزوا انه هيخد معكم شوية وقت حتى تدمجوا كل هالمكونات مع بعضهم فيكن اكيد تستخدموا العجانة او يا اما فيكن تعمل مثل ما انا عملت بالسباتشلا بالملع الخشاب يلي بتكون اياه هيك صراحة انا بالنسبة لي الي اريحلي لانه بخفف علي من الجلي بعد ما نكون خلطنا هون طلعوا كيف تحسوا ان السكر والزبتة صاروا قطعة واحدة هيك تحسوا عمله مثل كتلة هنضيف عليهم هلا الابياد لهالوصفي هنعوز اثنان من الابياد وانا دايما احب اني اكثر الابياد به وعاقلة واحده قبل ما اضيفه على الخليط بس تأدمن انه الابياد يكون عندي منيحة بنحط لهم زرف من الفانيلا ومنونشا عم نخلطهم كلياتهم مع بعضهم هنخلطهم كتير منيح لحديث كمانا منحس انه صاروا خليط واحد كلياته سوا وهلا افاضل عنا اخر مرحلة اللي هي اضافة الباكينج باودر واضافة الطحين منضيف الباكينج باودر ملعقتين اصغار مع الطحين اللي عنها دايما انا كمية الطحين اللي بحطت لكم ايها ممكن اضيفه عليها زيت شوية او ممكن اضيفه اقل منها حسب نوعية الطحين اللي انتو بتستخدموه اهم الشي انه انتو اتبعوا الفيديو وشوفوا القوامي اللي انا هاوصله لازم عاجنتكم توصل لهيدا القوامي اذا انتو عم تشتغلوا حسيتوها وصلت لهيدا القوامي قبل ما تضيفه كل كمية الطحين ما بتضيفه باقي الطحين اما اذا متل العكس يعني صار وحسيتو انو ضفتو كل كمية الطحين وبعد ما وصلت للقوامي اللي بالفيديو فانتو ساعتا هون حدفوا عليها شوي ازيادة من الطحين دا توصل معكم للقوامي اللي حتشوفوه بالفيديو لاحظوا كيف انا برجع بلش اعجنها بايدي لانو صراحة اسهل و اذي حلي بس حسيت انو كلها هيك تمسكت مع بعضها هلا بصير في نديفة عليها قطع الشوكولات فيكم تعوزوا مثل ما انا عايزت الشوكولات شيبس فيكم تجيبوا دف شوكولات وتقطعوا لقطع كبيرة حتى فيكم تشكلوا بين الويت شوكولات الدركة شوكولات الميتل شوكولات ياللي بتكون ايه كمان اذا بتحبوا انكم تضيفوا معا شوي من نزبي بالجوز ياللي بتحبوا فيكم ديفوه على هايدي العجينة هلا طريقة التشكيل كتير سهلة انا عم شكلهم بكونوا محمية الفرن خلال ملعقة انا بحاول اعملهم على نفس الحجم انا صراحة انا كنت عمزينهم على الميزين فيكم انتو اكيد تعملوا نفس الحجم خلال استخدام الملعقة دايما تاخدوا نفس الكمية فيكم حتى تعوزوا الاسكوب انا صراحة اني اعملهم على الميزين وحاولت خليهم كلاتهم يكونوا بين ال 33 ل 35 ما اكتر فيصير عندي كلاتهم تقريبا بنفس الحجم مثل ما قلتلكون بحميان الفرن على المية وثمانين دخلونا على الفرن ندور الفرن من تحت و من فوق إذا الفرن لدينا مروحة لأنه هندور معهم المروحة فرن كهرباء على المئة وثمانين يأخذو حوالي 12 ديئة لحتى يستوه أما إذا الفرن عادي من دون مروحة ندور الفرن عليهم بس من تحت و كمانا سيأخذو معنا تقريبا نفس الوقت هلأ بعد 12 ديئة تطلعوا عندي الكوكيز جاهزين منعرف انه نجهزوا من طلع ليون من تحت لازم يكونوا هيك حمروا من تحت نفخوا شوي ويكبروا شوي بالحجم و هايدي هي الوصفين يطلعوا قديشة سهلة و قديشة بسيطة و كل اللي علينا نعمله انه أول ما يطلعوا انطرهم شوي تيبرتوا بعدين نحفزهم بعلبة مسكرة جربوا هايدي الوصفة عطوني رأيكم تحت بالكمانس و بعطولي الصور اذا جربتوه على الانستجرام و ما تنسوا اللايك و السبسكرايب و ساحتين و ألف هنا اشتركوا في القناة